السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم القراءة والكتابة النهاردة هنقرأ وهنكتب مع بعض كلمات سهلة لكن الأول هنكتب الحروف اللي هنعمل منها الكلمات تعالوا نشوف عندنا النهاردة حرف العين وعندنا حرف اللام وحرف الميم تعالوا نشوف أول كلمة أول كلمة هي كلمة علم علم حرف العين أول الكلمة عين عي يبقى عندي كسرة عي عين كسرة عي عل عل حرف اللام وسط الكلمة ده شكله وهنحط عليه علامة السكون عل عل علامة السكون دي يعني إيه؟ يعني أننا لازم أدمج الحرف بالحرف اللي قبله وأراهم على بعض تعالوا نقولها بشكل تاني لما بلاقي علامة السكون عندي لازم وأنا بنطق الحرف ده الساكن أنطقه مع الحرف اللي قبله فبقول إيه؟ عل عل بدخلهم في بعض عل 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 حرف الميم حرف الميم آخر الكلمة عندي ميم مو عليها ضمة يبقى بنقرق الكلمة إزاي؟ عل عل مو ما بقولش عي عل مو لا ده مكت دول مع بعض لزقتهم في بعض عل علم عل تعالوا نشوف الكلمة التانية الكلمة التانية برضو من الحروف دي هي كلمة عل ما عل تعالوا نشوف عل ما هنكتبها إزاي؟ حرف العين أول الكلمة طبعا كلنا عارفين ده شكله وعلي فتحة يبقى ع ع ع علي علي حرف اللام هناخده هو هو وهنحط تحتيه كسرة فبقى عندي علي علي طب تعالوا نشوف كده هنا حرف العين علي كسرة وهنا حرف اللام عليه سكون فبنقرنا نقول إيه عل عل لكن هنبقى لإيه علي علي شايفين الصوت اختلف وأخيرا عندنا حرف الميم هنكتبه مرة تانية ولكن هنحط عليه فتحة ميم فتحة ما هيبقى عندي إيه علي 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 عاليمة شوفوا بخبط كم مرة على الكورس على الكلمة علي 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 عل 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 يبقى الكلمة الأولانية زي ما تعلمنا في الدروس اللي فاتت بتتكون من كم مقطع من اتنين عل م هنحط خط هنا عشان نفصل المقاطع عل م عل م هنا عندي كم مقطع واحد اتنين يبقى كم مقطع ثلاثة ع لي ما عل م ع لي ما عل 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 ما عل ما تعالوا نشوف كلمة تانية يلا هنكتب كلمة كسرو كسرو الحروف بقى بتاعتها عندنا الحروف الجميلة اللي كلنا بنحبها عندنا حرف الكاف اول الكلمة بعد كده عندنا حرف السين وكمان عندنا حرف الراء يبقى دي الحروف اللي موجودة عندنا هنكتب دلوقتي حرف الكاف اول الكلمة وهنحط حرف السين وسط الكلمة وهنحط حرف الراء آخر الكلمة تعالوا نشوف اشكالهم هتتغير ازاي يبقى الكلمة ايه هي كسرو كسرو يبقى حرف الكاف هنكتبه بالشكل ده وأحط عليه فتحة ك عندي هنا حرف السين هيبقى عليه سكون عليه سكون كس كسرو حرف را آخر الكلمة هحط عليه ضم را ضم رو نقرأ مع بعض كسرو الكلمة التانية هتكون كسرا يبقى هاخد عندي برضو حرف الكاف فتحة حرف السين هيبقى عليه فتحة كسا شايفين الفرق؟ بعد كده عندي هنا ايه؟ را كسرا كسرا كسرو كسرا كسرو يلا نشوف كلمة تانية شحنو شحنو يلا الحروف يبقى أول حرف عندي شحنو ش ش ش ش ش ش ده صوت حرف الشين ش ح 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 صوت حرف الح شحنو نون 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 صوت حرف النون يلا الكلمة ايه؟ شحنو شحنو يبقى هحط حرف الشين اول الكلمة ش ش يبقى فتحة ش شح عندي حرف الح بقول شح يبقى بوصل حرف الشين بالح شح وبقى هنا يبقى عندي سكون حرف النون آخر الكلمة عليه ضمة كلمة بتتكون من كم مقطع اتنين شح المقطع الأول نو المقطع الثاني يلا تعالوا نشوف الكلمة الثانية شحنا هناخد حرف الشين أول الكلمة برضو زي ما احنا شايفين وهنحط عليه فتحة ش وبعد كده هناخد حرف الحا وهنحط عليه فتحة شاحا وفي الآخر حرف النون هنحط عليه فتحة هتبقى إيه؟ شحنا شحنا نقرأ مع بعض شحن شحنا فين المقاطع؟ المقطع الأول شح نو الكلمة الثانية كان مقطع شا ح نا شحن شحن شحنا شحنا تعالوا نشوف كلمة تانية يلا الكلمة بتاعتنا هي مسحو مسحو حرفها سهلة جدا عندنا حرف الميم حرف السين حرف الحا مسحو مسحو ما 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 يبقى عندي حرف الميم عليه فتحة ما مس مس شايفين بنوضع على حرف السين بقول مسحو 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 بقى فعل حرف السين مس مس يبقى عندي سكون مس مس حو حو يبقى حرف الحا عليه ضم حو حا ضم حو مسحو مسحو كلمة اللي بعدها كلمة ايه هي كلمة موسحا موسحا مو يبقى حرف الميم عليه ضم مو مو س س حرف السين تحته كسرة س موسحا حا حرف الحا عليه فتحة يلا نقرأ مع بعض موسحا 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 موسحو 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 موسحا يلا نشوف الكلمة اللي بعدها يلا حزنو حزنو الحروف بتاعت الكلمة ايه؟ بتاعت حزنو حو 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 صوت حرف الحا صوت حرف الحا حز صوت حرف ازاي حز نو صوت حرف النون يلا نعمل الكلمة حزن يبقى ح ضم ح حز بقف على حرف يبقى حز بقف هنا يبقى عندي سكون حزن وعلى ضم ن حزن طب الكلمة التانية ايه حزن ح يبقى حرف الح عليه فتحة ح ز يبقى عندي كسرة شوفوا هنا بقول ايه بقف على صوت حرف الز حز حز ن ن على ه فتحة ن يلا نقرأ مع بعض حو حز حزن تاني حو حز حزن الكلمة ايه؟ حزن 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 ن مقاطع الكلمة حز ن مقطعين مقاطع الكلمة ح ز ن حزن حزن حزنة يلا نشوف اخر كلمة معنا وهي كلمة حسن 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 حص صوت حرف السن حصن ن ن الصوت حرف نون يلا نكتب حصن ян حا ضم حو حس سكون حس 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 نو نون ضم نو حسن حسن طيب الكلمة التانية هتكون عندنا إيه؟ حسن حسن حا حا فتحة حا سا سين فتحة سا يلا تعالوا نقرأ الحتة دي حس 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 سايفين فرق في النط وفي الآخر هنقول نو يلا حسن 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 طيب نلخص اللي تعلمنا النهاردة إن احنا دلوقتي عبنحط ثلاث حروف وبنكتب منهم كلمتين وبنكتب الكلمتين من الحروف بنفس الترتيب زي ما احنا شايفين بدأنا بحرف الح حرف السين حرف النو الحاجة اللي بنغيرها هي الحركات عندنا هنا حركات على الحروف أو التشكيل مختلف عن الحركات أو التشكيل اللي على الكلمة التانية تغيير الحركات والتشكيل بيغير صوت ومعنى الكلمة زي ما احنا شايفين الكلمة الاولانية بيات ايه؟ حس نو أما التانية حسان أتمنى أن حلقة النهاردة تكون عجبتكم ونشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته